إيماني أن هذه الليلة من أجل إطلاق لقوته، إطلاق للأبطال، إطلاق للدعوة، إطلاق للتكليف، إطلاق من الدوران ومن نفس الحتة اللي أي حد فينا كان لسه قاعد فيها لمدة طويلة. إيماني بإطلاق، إيماني إن ده زمن إطلاق عكس العيان، عكس الطبيعي، عكس اللي بيحصل حوالينا، إيماني إن ده زمن إطلاق، فتنبأوا، ما تسمعش وتمص مشفتيك وتقول لما نشوف، في ناس بتعامل، أوكي لما نشوف، نو، قال كده حاربوا في الكلمة النبوية المحاربة الحسنة، يعني، فبتاخد كلمة أو في كلمة بترشأ جوا روحك، بتقوم واخدها ورفعها بسيف روحك، ومعلنها في السماويات، ودرسها في الكلمة، وتعمل مشاوير روحية ورا الكلمة النبوية، عشان كده قال إنك بتحارب فيها المحاربة الحسنة عشان تحسن، فالكلمة النبوية مش جلا جلا لما نشوف، الكلمة النبوية هي آلة أو سلاح من الأدوات الرب يدهو لك، في حق، وفي كلمة نبوية، وفي تسبيح، وفي أسلحة للروح، فانت رب يديك تولز، يديك أدوات للاختراق وللامتلاك، ليس بيصيبك كده تعيش في الفضاء، لا يديك أسلحة من ضمنها، الكلمة سلاح، الصلاة سلاح، الصوم سلاح، الحرب الروحية سلاح، البر سلاح، إعلان العهد سلاح، والكلمة النبوية سلاح، وهذه الأسلحة من أجل الاستخدام، يا فرحة إنك عامل دولاب في البيت عندك، راكن في الأسلحة، وبعدها بتنزل الشغل وساب الأسلحة في البيت، الأسلحة للاستخدام، دي تولز، أنا بس أعمل تولز بس عشان أدوات يعني، عشان أقرب لك القصة مش بقلل منها، بالعكس هي بالنسبالي غالية جدا وتقيلة جدا، فمحتاج تعرف إنك تطلع كل التولز، كل الأدوات اللي ربي ديها، بالمناسبة كلمة أدوات وأسلحة هي حاجات مرادفة، لو رجعت الروميا ستة تكتشف اللي أنا بقوله ده أنا مش بقلل بالعكس، دي تعبيرات موجودة في روميا ستة، أدوات وأسلحة، وآلات، كل دي مرادفات في روميا ستة، فرجوعا مرة تاني مهم إنك تستخدم كل اللي عندك كل الكلمة نبوية، حق، صوم، سجود، عبادة، إيمان، بر، فمن ضمنهم الكلمة نبوية، نفتح مع بعض سفر العدد، آية ساحة 14، تعبير صغير، تعاليق صغير، لابتدي بي بس هذه المشاركة، أريد إنه بكون مشاركة صغيرة عشان ما نطولش، وتتحرك، سفر العدد، ساحة 14، جواه إيمان بأن روح القدس عايز تطلق أبطاله، ومش عايزك تفضل في نفس الحتة، في سفر العدد، هذه الآيات، قصة مشهورة قوي قصة لما كالب ويشوع شجعوا الناس، فكين الاثناشر جسوس، والعشر رجعوا بيقولوا رأينا الأرض جيدة، لكن، يعني الوعود تعتربنا جميلة، لكن في عمليق في السكة، فآه، تعرفوا حد بيعمل كده؟ في وعود جميلة، بس آه مش حصلة، بس آه مش قادر، بس آه، التحدي صعب أوي عمليق، كنا كالجراد في أعينهم، كنا كالجراد في أعيننا، فكنا هكذا في أعيننا، رأينا الجبابرة، إناس طوال القامة، فأشعوا مزمة، فإحصل مزمة في وسط المؤمنين كده، إنه آه، في وعود حلوة، بس آه، الشعب كان زهل، لأنه كان بيلف في البرية، بقاله أربعين سنة، كما يقولون بالتعبير كده بالأمريكان يقولون كده سيمو سيمو، سيمو سيمو يعني هو هو، جاء من كلمة سيم يعني هي هي، سيمو سيمو، ليس سيم من أرجاليا، لكن سيمو سيمو، فهو هو، فبقاء الوضع كما هو عليه، بيعمل هزال للإمتلاك، بيعمل تحبيط للجرأة، لأنه أنا تعودت، عشان كده خطورة التعود، في ناس تتعود على البرية، عشان كده بيطلع لهوت كده وتعليم يعيشك في البرية، أو كده كيف تتكيف مع البرية، فكيف تعيش في البرية وتتكيف مع البرية، وتبوس إذا كوش وضهر، والمقاصد الإلهية، لا، السيمو سيمو أو التدين أو التعود، التدين ده بصورة سلبية، بيطلع أجيال جواها هزال للاستخدام الألات والعبور، وتعودت على الأكل المعتاد حتى لو نازل من السماء، حتى لو نازل من السماء، فكان المن، ده كان تعبيرات الكتابية، طعام الملايكة، نازل من السماء، كل صباح، حاجة جميلة يعني، المفروض حاجة جميلة، حاجة طعامها حلو، ولكن سيمو سيمو برضو، ولأنه سيمو سيمو، وبعد شوية أخذوا عليه، بعد شوية زهقوا، بعد شوية سموه الطعام السخيف، وبعد شوية خلاص، بيوصلوا عند القادش برنيع، ويلفوا لفة كمان لأنه رأينا العمالقة، والموضوع بالنسبة لنا الأرض جميلة، هم لا أنكروا أن الوعد جميل، لا أنكروا أن الأرض كان عن أرض جميلة، وتفيد، ورجعون بعناقيد من الحصاد، مثل الفل، لكن رأينا هناك الجبابرة، فمعرفنا كيف نذهب بالنسبة لهم، وهنا يأتي تعبير، أريد أن أوصله في سفر صحة 14، وآية 9، جملة كلنا عارفينهم، إنما لا تتمردوا على الرب، هذا كالب ويشوع يقوله كده، لا تتمردوا على الرب، ولا تخافوا من المواجهة، من شعب الأرض، لأنهم خبزانة، هم كانوا بيأكلوا كل يوم من، لكن هناك وجبة مختلفة، هناك نوع طعام مختلف، لأنهم خبزانة، لو أنت زهقت من الحالة الروحية، جاء زمن إطلاقك، لأنك ليس مقاصد رب أنك تزهق من الأكل الذي تأكله روحياً، أول ما تخرج من الدوران الذي تأكله، تجد طعام مختلف على أن تزهقت منه، كل زهق روحي في حياتنا، هو جاي من عدم الإطلاق للأرض التي رب أطلقك لها، أول ما تزهق من المرحلة الروحية، أعرف أن هذا زمن عبورك لأرض جديدة، الزهق ليس حالة طبيعية في الحياة الروحية، الزهق علامة أن زمنك في الحالة التي أنت فيها خلص، وهذا هو وقت عبورك لزمن أطلق، أنتم من زهقانين؟ ليه؟ أنا أريدكم أن تكونوا زهقانين، لأن هذا الزهق يأتي وراءك، ويحفزك من أجل الدخول إلى الأرض اللي وعدك الرب بيها، لأنك ما تزهق من المن في خبز، هاللويا، لما تزهق من المن، هذا زمن إطلاقك للخبز، لو فضلت قاعد في البرية، تزهق زيادة في من زيادة، وترفص مع نفسك، وترفص مع اللي حواليك، وفي المقابل، اكثر الغلالة، أعبر التعودات والتكيف القديم بتاعك، هذا على حساب النفس، على حساب التعود، وأخرج إلى مواجهة أو ريسك إيماني، أو جرأة إيمانية، هم الجبابرة، نعم، لكن الرب يسر بنا، يعطينا هذه الأرض، هم خبزنا، لا تتمردوا، يعني هم خبزنا، يعني إطلقنا، حيث دوّقنا طعم مما دوقناهوش قبل كده، دعني أعيد سياغة الجملة، وانت بتعود احدى الاجتماعات، وما بتخدمش إطلاقك من الاجتماعات، من فقط حضور الاجتماعات إلى حضور الاجتماعات زائد، أن هناك سهم خارج منك من أجل الاستخدام، هذا الإطلاق من هذه الحالة لحالة الاستخدام، سيدوّقك طعم لم تدوقه من قبل في الاجتماعات، حاول الجملة دين مرة تانية احتياطي، لو يدوق طعم في الاجتماعات، وبعد ذلك حاسيت أنه هو هو، سيمو سيمو، ممتاز، هذا أنا فرحان، أقول لي أنت أنت اللي بتوعز، ولكن ممتاز، أنا فرحان، لأنك أول ما، أول ما بتوصل لهذا الحالة، يتعرف أن هذا الزمن، أنك يجب أن تضيف على العبادة الجماعية استخدام شخصي، حتى على حساب عمليق، لكن أنا في الاجتماع مستكيف، بيأتي كده، وأتجسط على الكرسي، وربع أيدي، والأجواء جميلة، واستقبل من رب، وروح، حلو قوي، أنا أنا مستكيف كده، أقول لك حلو قوي، لكن بعد شوية، رب عايزك تستكيف برضو، لكن بعد شوية، رب يبقى ما قصده، أن الطعام الملايكة، اللي أنت بتاخده في الاجتماعات، ينقلك بيه إلى خبز امتلاك، كالي، ويشورهم، هتدوقوا الطعام، ما دقتهوش قبل كده، بقى لكم كام سنة، والحقيقة ما كانش بقى لهم لسه أربعين سنة، بقى لكم كام سنة بتاكلوا من فقط، هم، أكل جديد، لكن ده مش أكل أنك بتحضر بحاجة بتنزل من السماء، خلي بالك، فرق الخبز من المن، إن المن نازل من فوق، الخبز ده أعلام وامتلاك جاية من استخدام للآلات اللي الرب أطلقها في حياتك، والأسلحة اللي رب حطها في إيديك، فالمن، هناك فرق ما بين المن والخبز، المن نازل من السماء، فالمن عطية نزلة من السماء مليانة نعمة مليانة لها طعمها الخاص، كان طعمها كالعسل، كان طعام الملائكة لها ديناميكيات معينة، فيها أجواء معينة مثل أجواء اجتماع، لكن الخبز قصته مختلفة، ده مش نازل من السماء، ده جاي من إيدي المرفوعة، جاي من استخدام للأسلحة الروحية اللي رب حطها في جيبك لامتلاك العمالقة، ففي طعام نازل من فوق، وفي طعام جاي من استخدام أسلحتك، نوعين مختلفين، طعمين مختلفين، ما تتعودش على واحد منهم لأنك هتزهق، نوع الوجبة بتاعتك، ده زمن إطلاق من مرحلة من إلى مرحلة خبز، بص في الزمن ده، يعني ده الوقت، عشان كده بقول لك زهقان أنا مبسوط، ولو أنت تترفص رائع، اعرف أن الترفيس مش هدفه أنك ترفص في اللي حواليك، الترفيس هدفه أنك تستخدم أسلحتك، وتختارق وترفص في عدو الخير، لأن ده زمن خبز جاي على حساب العمالقة، مش بس من ننازل من السماء، فتنبأ جو روحك كده، وإخواتي اللي في البيت تنبأ، ده زمن إطلاقي، لأن يزهقان، ده زمن العمالقة تحت الأقدام، ليه؟ لأن يزهقان، ده زمن حتلع كل ترفيسي، وكل إنفعالي، للميراث، لأن الميراث حسن عندي، حبالي وقعت في النعماء، الميراث حسن عندي، والميراث ده ميراث حتى لو قدامه عمالقة، أصعد وأمتلكها، كلكم عارفين الآيات لأنها قادرون بالله عليها، هم خبزها، يعني أنتم عارفين أنتم كنتوا عزوا الحتة دي، بس بحتاج أنك تدرك أن هذا الشفت، خليني أزوج شوية، هذا الشفت يجب أنه يتحول إلى حالة تحصل في حياتك بصورة، يعني، مش بيحصل لوحده، أنت بتختار، أنت بتقرر، أنت بتبص على الحقول، فكذيني إرفعوا عينكم إلى الحقول، أما تقولون بقيت أربعة شهر، هنلف لف كلام كمان، فكذيني الآيات دي موجودة في إنجيل يوحنى يسوع مع التلاميذ، أما تقولون أنه بقت أربعة شهر وقت الحصاد، أما أنا فأقول لكم، لذيذ يسوع، فكذيني في الموازع الجبل، سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، جميل يسوع، يسوع دائما كده، يقول لك، الشارع بيقول حاجة أما أنا فأقول حاجتين، يجنني، أنا بحب تنقل البرنامج كده، الناس كلها بتقول حاجة، بس يسوع بقول حاجتين، أنت محتاج تميل دائما على القناة، الشانل بتاعت يسوع، هذه قناة جديدة، ليس موجودة في التلفزيون عندكم، هذه الشانل بتاعت يسوع، سمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول، سمعتم أنه، أما تنظرون الحقول وتقولون أنه بيدة الحصاد، أما أنا فأقول لكم، ارفع عيونكم، لي في القناة بتاعت الحقول جهزة، بيدة الحصاد، الأربع شهور الطبيعية ليس موجودة، العمالقة، اللي هم أناس طوال القامة، جبابرة، بني عناق، كنا في أعيننا كالجراد، هكذا كنا في أعينهم، دولا، القناة مختلفة، هم بقى شايف هم عمالقة، هم جبابرة، هم مش عارف إيه، إحنا كالجراد، هم خبزنا، أما أنا فأقول هم خبزنا، فارجوعا مرة تاني، القصة مش بتحصل كده، يعني كتيرا بنا أم حطك في المواجهة، أو حطك في الخدمة، في الاستخدام، بس كمان، أنت محتاج ترفع عينك، وتتأمل الحقول، لأن في بعض الحقول، ما أعني بالحقول النفوس اللي منتظرة كلمة رجاء خارجة منك، ده ما أعني بالحقول في هذا الزمن، النفوس المنتظرة رجاء، رجاء ده جاي من كلمة، جاي من لمسة، جاي من ابتسامة، جاي من تشجيع، جاي من صلاة مع الآخر، النفوس اللي حواليك، المنتظرة إطلاق نهر اسمه رجاء، يلمس النفوس اللي حواليك، أنت محتاج بس ترفع عينك، من نفسك، ومن المن، ومن الدوران، ومن أسانة زهقان، طب نعم، طب أحضر اجتماع زيادة، في بعض أحيان القصة مش من زيادة، القصة تنويع في الوجبة، هو خبز على حساب عمالقة، هو خروج من التعود، وبالتالي، أول ما ترفع عينك، وتتأمل، ستجد حقول، آه، دقتالي فيه ناس حواليك، مستنية هذا الرجاء، بس أنت مش واخد بالك، أنت ماشي بالدور في البرية، ومش مكتشف، أنه الناس دي حواليك مستنية الرجاء، فبعض أحيان، أنت مش بترفع عينك، لأنك منتظر أنك أنت، أنا أسف، هستعمل تعبير، أنا أسف، لكن، أنت تدخن روحياً، التخمة الروحية، مرض روحي، التخمة الروحية، مرض، ليس صح، هناك ناس مدخمة روحياً، لأنها تحضر اجتماعات، تقرى كتب في قاعدة عن نت، تتنقل في اليوتيوب، من الخادم فلان، للخادم فلان، للخادم فلان، للمشعرف مين فلان، دي تخمة روحية، ده مرض، أنا مش بقلل من أي حاجة، من الحاجات التانية، لكن، ولحنق، مش بقلل من أي حاجة، بتتعرض على اليوتيوب، لكن، جاء وقت، أنك تدرك أنك مش لازم تتخمة، عشان تخدم أنت، حتى لو أنت رفانطع، يمكنك أن تطلق رجاء، لما تطلق رجاء، تأكل خبز، وتأكل خبز، وتقوى عظامك، وتقوى عضلاتك، على حساب عدو الخير، نوعية المن، لو استمرت عليها، تعمل تخمة، والتخمة مرض، التخمة مش مسحة، المسحة تزداد، هناك مسحة في الاجتماعات، لكن المسحة تزداد في الاستخدام، العضو المستخدم يقوى، العضو الغير مستخدم يضعف، يضمر، شكراً، أيضا دكتور، فالمسحة المستخدمة تتضاعف، أمين في القليل أقيمك على الكثير، المسحة غير مستخدمة، هباته ودعواته بلا ندامة، تفضل موجودة، لكن تأخذ جانب وراء، تحط تحت طبقات الطبيعية في حياتك، عشان كده مرة تانية، ده زمن إطلاق كل نعمة في حياتك، ما تستناش النعمة توصل لمستوى يعدي رقم معين في حياتك قبل ما تستخدم، عندما كان هناك دهنة فاضل بس ريح الدهنة في بيت الأرملة، قال لها هاتي أوانيكي، هاتي أواني الجيران، لا تقللي، بس غلق الباب وصبي، طول ما فيه إناء فارغ، طول ما فيه زيت بنسكي، عايز الزيت يستمر في حياتك، يجب أوانيكي، ويجب أواني الجيران، إنه زمن إطلاق للكنيسة بصورة عامة، زمن إطلاق الكنيسة بصورة عامة، من حالة الدوران اللي بيخلينا مستمرين بنأكل أكل، حلو، نازل من السماء، لكن ليس ينقل فينا بعد شوية إلى زهق، إلى حالة إطلاق، برا الـ comfort zone، برا التعودات النفسية والجسدية والزهنية، لمغامرة إيمان بعبور الأردن، والوقوف قدام أسوار أريحة، وفجأة اكتشف اكتشاف غريب جدا، إن ديناميكية الانتصار في أرض الموعد عجيبة جدا، في البرية اللي أنا كنت باكل فيها، من كنت بحارب بالسيف، في أريحة اللي هي دخلتها على حساب عمليق، بحارب بالتسبيح، أنه أسهل، أنه أمن جد، أنه سلس، أنه النعمة عليه أزيد، هم خبزانة، أنا كنت فكر عن مليق دولا، سنقطع بعض بقى بالسيوف، وبالسلاسل، وفي الدم، حسنا، كان هناك طبعا حروب في كانعان، أنا لا أقلل من هذا، لكن أنا أتحدث عن الفرق ما بين أول مواجهة، مروا بيها في أرض الموعد، هم خبزانة، انتصروا كيف؟ لفوا حوالين السور سبع مرات، في آخر يوم سبع مرات، وهتفوا هتاف، فسقط السور في مكانه، ما كناش فكرين كده، ما كناش فكرين كده، كنا فكرين إن البرية، حروبها أسهل، ودولا عمليق حروبهم أصعب، هم جبابرة، أتاري دورانك، بقائك في نفس الدوران، في نفس الحالة الروحية، اللي أنت متصور إنها، هي ده لأنا وصلت له، بأكل من وبحارب بالسيف، لا، ده زمن إطلاقك، أول ما تطلق نفسك، وتطلق رجاء للحقول اللي حواليك، وتبص تتأملها، في أشخاص محتاج تبص كده ترفع عينك، وأنا ممكن أستخدم في حياة مين؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أنا ممكن أستخدم في حياة مين؟ تقول لي أنا جاي هنا عشان أستقبل، تخطيني على أخوانا، أقول لك، لو أنت تاني مرة جاي تحت أحدا، بس تحب الرب، تاني مرة بس، أقول له رب أنا لسه بادي، بس، حرف عيني، أنا ممكن أستخدم في حياة مين؟ حتى لو أنت لسه بادي، أنا ممكن أستخدم في حياة مين؟ ارفع عينك من نفسك، وأنظر الحقول حواليك، كلمة الرجاء، ليس كلمة دهب للمستقبل، وكلمة ثلثة لأولاد الرابع، فأنت تدي دهب للمستقبل، برغم أنك تخرج كلمة ثلثة من قلبك لأنك ابن الرابع، فما تحرمش اللي حواليك من دهب، لأنك أنت مسترخص، أو مستقل، أو محصور في نفسك، تعبير كلكم عارفين، والرب قالوا كده، الذي أنا صانعه معك رهيب، لكن أنا حوقفك قدام المملكة كلها بتاعت فرعون، وحوقفك قدام كل السحرة بتاعت فرعون، والذي أنا صانعه معك رهيب، قالوا ما بعرفش أتكلم، ودي عصد غنم بهر بيها، قالوا بالعصايا اللي بتهر بيها الغنم، هي اللي تخرج بها الشعب، لي؟ لأن القصة مش بحسب اللي انت شايفوه، لذلك، دعني أقول لك، إنه زمن تعمل أعداد بيزنس مع ربنا في السماء، إنه زمن تعمل كونتراتو، التفائيات على الترابيزة الملوكية في السماء، إنه زمن تعمل التفائيات وتقضي رحلة بتعمل فيها اتفاء بيزنس، لو أنا بس أعمل بيزنس بس عشان يحط جواك صورة معينة، مع السماء، بمعنى إيه؟ بمعنى بتعترك تبعادة رائع، بتصلي قبل ما تنام، ده كويس، عندك مشكلة بتصلي من أجلها، وبتحارب من أجلها، ده كويس، بصلي من أجل الخدمة، ده كويس، بس أنا بتكلم عن نوع مختلف من القعدة، ده بيحتاج وقت، بحتاج بعض ضهرياية كده، بيحتاج بعض ضهرياية، بيحتاج منك ساعتين على الأقل، في قعدة جادة، كأنك بتعمل انترفيو مع مدير شغل، بس ده مش انترفيو، ده ده قعدة بيزنس، بمعنى هين؟ حقولك مواصفات ليها، وبعد نبص في كتاب مؤدس، كل رجال الله عملوا القعدة دي، خلي بالك دي مش قعدة صلاة، دي مش قعدة حرب عشان يفتح باب خدمة، دي مش قعدة نو، ده كونتراتو، ده كونتراتو، ده حد بيحط بروبوزل، حد بيحط الموضوع، وبيفرش محتاجين وقصص، وبيفرشها كدهو، عشان عايز يوصل لطارجت معين، وبعد كالطرف الآخر، اما بيرد، عشان يعمل حاجة، يوجه توجيهات، فبيحصل كونتراتو، وفي طرف أول وفي طرف تاني، وبيحصل اتفاق، بالمناسبة، كل رجال الله، يعني، لو حاخد حد من العهد الجديد، عشان الوقت بس أنا طولت في المقدمة، مثلا بولس قبل ما يخدم، وقبل ما يتفتح الباب الخدمة، راح العربة أحد قعد ثلاث سنين، وفي العربة يقول لك رب قال له كل الإنجيل، اللي هو قعد يبشر به، وبالتالي في العربة، حصل حاجة ما بين بولس والرب، قعد أعداء تستقبل فيها، بولس قال قد سلمتكم ما، قد سلمت ايه، انه في الليلة العشاء، بولس ما كانش في الليلة العشاء، ما كانش في العشاء الرباني بولس، بس بولس حصل اتفاق ما بينه وبين الرب، بقرد أنا برغم أنalles Changésib أنا جمت لك فبسلمك كل شيخص، فرب قد مسمين كل شيخص، كنتراطو، أنا بسلمك كل شيخص، فارب قد مسمين كل شيخص. قد سلمتكم ما، قد سلمناءة، هو تسلمه إيه تو road Sonic, هو ما كانش مع الـ 12؟ هو سلم عمل كنتراطو، طرف أول أنا بسلمكم كل شيخص، طرف آخر أنا بسلمه كل شيخص، мokes содерж السلام بحاول وصل لك الصورة وحبس على قصص تانية بس أنا بحكي عن مستوى من القعدة اللي هو مش يا رب أنا بسلمك كل حاجة أمين ومش محتاج تطلع العربة ثلاث سنين زي ما حنشوف مع بعض حبسولك على قصص أخي بتكلم على على الأقل ساعتين يعني اعمل حسابك على ساعتين ودولا مش الصلوات اليومية دولا مش بتصلي من أجل اليوم بتصلي من أجل الأسبوع بتصلي في الاجتماع في مواجهة بتحارب من أجلها في خدمة بتصلي من أجل مسحة على حياتك ليها في أمر في البيت بتصلي من أجله نونو نونو دي قصة تانية ده كونتراتو فالكنتراتو ده مش بيحصل كل يوم الكنتراتو ده بيحصل في وقت احتياج الكنتراتو في ناس هنا بتحب الرب ماشي مع الرب قالها سين طويلة والغاية دلوقتي ما عادش أي كونتراتو معا انت على ألف على مدار عمرك تعمل اتنين تلاتة اربعة كده عارفين يعني ايه كونتراتو تعاقد قعدت قعدت فرشة كده واتفاق طرف أول وطرف تاني وتقوم منزل المواضيع ورب يقوم منزل المواضيع وتعمله قعدة رجالة هي قعدة ملوك القعدة دي ما بيعدهاش عبيد دي قعدة ملوك وقعدة الملوك دي مش عشوائية مش رخيصة لا دي قعدة فيها اتفاقية طرف أول وطرف تاني ومعاهدة مرتين حرجع لبولس في العربة قال رب سلمك كل حاجة ورب قم مسلمه كل حاجة هل ده حصل كذا مرة في حياة بولس حصل مرة كمان مذكورة يمكن حصل فلو جاهز التعبير طبعا يعني ده استميشن يعني أو تقدير لكن على ألف مرتين في حياة بولس تقولي بس كده أقول لك قال دي مش الحروب المعتادة صلوات المعتادة صلوات اليومية تراكم كل يوم الحرب الروحية الأصوام أصهار أصهار وراء رب يعني لا 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 دي قد تقولي بس أنا حريص إنك لو أنت عمرك ما عدت القعدة دي لازم تعودها ولو أنت بقى لك مدة ما عملتش قعدة مثل هذه متهيأ لي أو أؤمن إن ده زمن قعدة مثل هذه أديك مثال آخر من سفر التكوين عن إبراهيم إبراهيم كان بيحب الأعداد دي لأن التقليد اليهودي مليان بيحمل هذا البعد عشان كده كانت دائما يكلوا كانوا يعملوا وليمة لأن المعاهدات ما بين الملوك بعديها أكل المعاهدات ما بين الملوك بعديها أكل زي ما يكون الأكل طالما أكلنا مع بعض أكلنا عيش وملح طالما أكلنا مع بعض يبقى إحنا خلاص يعني إحنا أكلنا مع بعض يا أخي فاهمين حاجة؟ بالمناسبة الرب عمل معهم كده لما عمل عهد في جبل سينة أكلوا مع الرب لما طلع السبعين شيخ قدام الرب أكلوا لأنه كانت معاهدة ما بين الرب وما بين الشعب فأكلوا قدام الرب عشان كده في حاجة اسمها ميدة عشان كده الميدة حاجة مقدسة أو حاجة مش رخيصة لأنه خلي بالكم ما أكلوا قدام الرب علشان الرب يقول إحنا أكلنا معاهدة ده اتفاق ده كونتراتو بس مش هي الحتة هروح لها تكوين 17 لما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا أجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا إيه اللي هيحصل بس هذا عهدي معك تكون أبا لجمهور من الأمم ده آية الربعة لا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم أجعلك أبا لجمهور من الأمم أثمرك كثيرا جدا أجعلك أمما ملوك منك يخرجون أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا قال الله لإبراهيم أما أنت فتحفظ عهدي آية 9 أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر تكون علامة عهد بيني وبينكم إيه اللي بيحصل هنا طبعا يعني القصة أنا جايب القصة إن فيه كونتراتو بيحصل هنا ما بين إبرام وبين الرب وهذا الكنتراتو بيقول أنا وراك للكامل سر أمامي وكن كاملا خلي بالك ده جاي بعد تكوين الخمستاشر تكوين الخمستاشر لما إبرام جاب الزبايح وشقها من النص وقعد سهران يزجر طيور الجرحة عن الزبايح ورب أمجاله في السحاب في الضباب وعمل معاه عهد بيكمل العهد في تكوين سبعتاشر بس حبيبي أنت عملت كونتراتو معايا بالذبيح أنت شققت الزبايح من النص وصهرت بتحفظ هذا العهد ما بيني وبينك هذا هو عهدي معك لا يعود اسمك إبرام لكن اسمك إبراهيم لأن في الكنتراتو بيحصل شفت بيحصل نحو زمن اتفاقيات شخصية ده مش بيحصل في الاجتماع بس أنا اللي بقولك ما تعملوش في الاجتماع تعملوش وانت بتسمعني دلوقتي ده انت بتقوم قافل كل حاجة وتعود على الترابيزة الملوكية انت والرب وتقدم أوراق اعتمادك كونتراتو والرب يقدم في المقابل أو يمضي أو يكمل هذه الأوراق ويمضي طرف تاني بتخرج من هذا المقابلة أو هذا الاتفاقية قد تغيرت من إبرام إلى إبراهيم عشان الوقت ده الليلة اللي قضاها يعقوب وبأسرائيل عمل كونتراتو انت كويسين ما فيش رجل من رجال الله ما قضاش هذا مرة تاني دي مش صلوات دي مش حرب روحية ده مش طلب مراس ده مش نونو نونو يعني ده ده اللي بتعمله كل يوم ده اللي مفروض تغطيه كل يوم تحربه كل يوم تعمل العهد على حياتك كل يوم نو دي نقطة نقطة محددة في حياتك بتحصل مرتين ثلاثة اربعة في حياتك وهنا يحصل كونتراتو ما بينك وبين الرب الكونتراتو بيعيشك سنين ده اللي فيه بيتغير اسم إبرام إبراهيم يا عقوب يبقى إسرائيل ويفيد إسرائيل 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 الذي يجب يبدأ اسرائيل ويفيد اسرائيل اسرائيل ت Midnight اتفاقية دولا التلات أيام بتوع الشاول قدام الرب واخدين بالكم ان ده مش بيحصل طول الوقت فده مش ساعتين او بعض ضهرية بتقضيها مع الرب عشان تصلي صلوات او تصلي من اجل الخدمة او تصلي من اجل مستقبلك او تصلي من اجل فلانة العيانة ده بتوصل لحتة بتفرش حياتك وقلبك وكل حاجة وتقوم مقدمها حاطتها وبتسلم حاجة زي ابراهيم كده ام فتح الزبايح عجل ثلاثية عنزة ثلاثية كابشا ثلاثيا يماما وحماما شقها من الوسط شق كل واحد مقابل صاحبه ونزلت الجوارح وكان ابراهيم يزجرها لغاية لما مالت الشمس الى المغيب وقع على ابراهيم سبات واذا رب عابر كتنور نار بين القطع ده ايه ده ابراهيم فرش العهد ورب جاي يمضي على العهد هو هذا عهدي معك حبيبي لا يعود اسمك ابراهيم لانك تكون قبل لأمم كثيرة منك يخرجون ملوك بص بقى علامة العهد ده كونتراتو علامة العهد دم وعالمة الدم هو ختان والختان هو لا امور جسدية ما فيش امور جسدية تختم هذا العهد ده عهد روحي ده عهد بالدم عهد في الهوية عهد ليس له امور جسدية ففيه ختان وبالتالي عايز اشجعك على الاعداء السماوية دي فيه ترابيزة في السماء لحضرتك وفيه كرسي لحضرتك في السماء قدام الرب محتاج تزوره على الاقل مرتين ده كرسي محدد يعني ده غير الحاجات التانية الموجودة لكن محتاج تزوره لانه لانه بتقدم لو جاز التعبير الكنتراتو بتاع المرحلة بتاعتك البعض بيبقى محتاج انه في المكان ده مفهوش مفهوش عارفين ما قصودش اقل يعني عارفين السيدات بيحطوا ميكوب مفهوش ميكوب بتحطوا على وشك ده مكان مفهوش تزين قدام الرب ده مكان في بعض احيان بتبقى فيه بتفرش مش بتفرش ضعفك يعني ما تحدفش الحتة برضو مش بتفرش ورقك ما انا كنت ممكن اقولها بتفرش اعماقك يعني احشاءك بتحط كل حاجة عشان كده كان فتح شقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه افاكرين او اديك مثل اخر عشان انا بديك امثلة لو عديت على كل رجال الله هتجد محطتين على اقل في حياتهم من المحطات دي نحمية في نحمية واحد نحمية سمع بس سمع خبر ان اسوار مهدومة فيك حاجة حصلت جواه فامعمل ايه اما قضي نحمية واحد بيصلي صلوة الصلوة دي كونتراتو خلي بالك اوكي حبص على الصلوة نحمية ام مطلع احشاؤه مش بس احشاؤه ده احشاؤ العيلة كلها قالوا قد اخطأنا وابأنا بهدلوا الدنيا فاكرين القصة في نحمية واحد ام مطلع احشاؤه خالص وانفردها قدام الرب ده في نحمية واحدة وعمل كونتراتو خلي بالك ما كانش فيه مقابل واضح من الطرف التاني في الكنتراتو بتاع نحمية واحد يعني مافيش بقى الرب امراضد لنحمية وقال له بص حبيبي سير امامي انا بعمل معك عهد لا يدعى اسمك نحمية بل اي حاجة ما عملش كده ما كانش فيه كده بس نحمية عمل حاجة عمل حلو المثل ده لان في بعض الحال ممكن تعمل هذا الكنتراتو وتبقى مدرك ان الرب باصس قدامك شايف انك فتحت احشاؤك فتحت الجط بتاعك يعني طلعت كل حاجة وحطتها على الترابيزة قدامه والرب ينظر ليك بابتسام خلاص فمش شرط نتيجة الكنتراتو ده ان الطرف التاني يتكلم كلام معين مش شرط في بعض احيان زي خصة نحمية ما كانش فيه ري اكشن واضح لصلاة نحمية في نحمية واحد لكن اللي حصل في نحمية اتنين ولسه نحمية وجهه محمل بالصلاة وواقف قدام الملك الملك قال له ما لك فاكرين فقال له اصوار ابو مدنتي فقال له اوكي روح ايه اللي حصل الاستجابة بتاعت الكنتراتو حصلت على الملك لانه نحمية قضى الوقت اللي فيه ام طلع كل احشاؤه خلي بالك ما كانش بيسلم اجل الخدمة ده طلع احشاء الامة كلها وفراشها قدام الرب ما كانش بيقول له يا رب عزيزن ابن سور ما عرفش تاخدين بالكم من لا بيقولوا لا في نحمية واحد نحمية ما صلاش قال له يا رب عزيزن ابن سور اصلا احنا عندنا افكار بنتصور انها خلاقة ونسي ان احنا وقفين قدام الخالق فاحنا عندنا افكار ممكن اقترح على ربنا زي الفل بص يا رب بقى اعملها كده الوظهة كده ماشي انا عندي فكرة جميلة تيجي نعمل سور يا رب تيجي نعمل سور نحمية ما صلاش لسور نحمية عمل كونتراتو في نحمية واحد ارجع معي لنحمية واحد مش عايز ندرس انا 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 بحكي معاكم اوكي فنحمية ما صلاش لسور بس ببساطة حسم الموضوع وما كانش فيه رد فعل محدد من الطرف التاني لكن انت مدرك انك بعد ما خلصت الداونلود نزلت كل اللي عندك على الترابيزة قدام الرب فبعد احيان الاجابة بتبقى اوكي انا حتصرف ففتاني يوم الصبحية لانه كان ساق الملك فاكين القصة هابوس على ايه انا حابوس عليها النفسي بقى انتوا فاكين القصة انا حابوس على ايه نفسي قال له كده يا سيد لتكن اذناك مزغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك اللذين يردونا مخافة اسمك طلع كل حاجة افسدنا امامك لم نحفظ الوصايا الفرائد والاحكام التي امرت بيها لتكن اذناك مزغية عينك مفتوحتين ليه ايها الرب الاله العظيم المخوف حافظ العهد والرحمة لمحبيه حافظي وصاياه اسكر الكلام الذي امرت بيه موسى عبدك انت قلت ان رجعتم اليى وحفظتم انا ارجع اليكم اتي بالمكان يتكلم عن الشعب اللي هو مش موجود في ارشالين يتكلم عن الشعب موجود في ارشالين لاني كنت سقيا للملك بعد كده يحنى نحمية صلى او لا صلى او لا صلى او لا صلى اكتير جدا ده نحمية ده الاصحاعة المشهورة للصلوات السهمية واقف قدام الملك في الملك يسأله سؤال فصليت الى اله السماء جم الشعب قالوا هو لينا حمية مترايس علينا فصليت الى اله السماء ماشي جمتوا يلعموني يهجموا فصليت ده انا حمية ده استاذ الصلوات السهمية لكن ده ما كانش صلوة سهمية ده كون كونتراتو هتفهم هيا اوكي علشان الوقت ده وقت او عايز اشجعك على قعدة مثل هذه اؤمن لو انت عمرك ما عملتها اؤمن انك لازم تعملها اؤمن لو انت عملتها بقى لك فترة او سنين اؤمن ان هذا الموسم ده زمن كونتراتو لان هذا الكنتراتو بينقلنا من مرحلة سبقة الى المرحلة اللي جاية فاشجعك علي اشجعك على بعض دهرية على قل ساعتين قعدة بتعد فيها روحك انك مش هتصلي تلبات شخصية مش هتصلي عشان خدمتك مش هتصلي عشان خلتك لكن هتصلي علشان هذا الاتفاء الالهي اللي بتختم عليه بالروح القدس في كونتراتو حقيقي ما بينك وبين الرب نمرة ثلاثة ولا نمرة او نمرة ثلاثة لان اول نقطة كان ده زمن اطلاق من مني الى خبز نقطة اثنين ده زمن كونتراتو في السماء نمرة ثلاثة ده زمن قوة في انسانك الروحي على حساب المواجهات او الضغطات او الحروب او الاحباطات اللي حواليك او الكوكتيل ده ده زمن انك تستخدم اي حاجة سلبية حواليك انها تدربك وتطلع عضلات في انسانك الروحي مش هطول ده زمن يعني هي هتبقى جملة ومش ده زمن انك تستخدم كل مواجهات كل احباطات كل حركة من ابليس على حياتك انها تكون سبب انها تطلع قوة صلابة في انسانك الروحي في تعبير موجود في كتاب مؤدس منتشر مش مهواش منتشر قوي لكن موجود في كتاب مؤدس هستعمل منه اية في سفر الاعمال اعمال 24 اعمال 24 هاخد اية واحدة بس وعشان اختم بعد شوي اعمال 24 بوليس بيقول كده التعبير عجيب شوية او اي ممكن مهاش من القات المشهورة المشجعة يعني اللي هو ايه تقراها وتقول هللويا وكده بس لازم تقول عليه هللويا برده فاختي قالت هللويا من قبل ما نقراها علشان خلاصت متشجعة اعمال 24 بوليس بيقول كده اية 16 لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس خلي بالك ده بوليس بوليس خدم كويس مش كم معقولة قال كده لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس يعني بوليس كان بترمي عليه هاخد الاية دي في الباكج الكامل بتاع حياة بوليس بوليس خادم يومي تراكم يومي خدمة نكحة في بعض احيان خدمة متحربة في بعد احيان خدمة ابوابها بتتقفل في بعض احيان خدمة مش منطلقة قوي لان الاجواء مضادة لهاذي الخدمة ففي كوكتيل في حياة بوليس في بعض احيان بترجم على مستوى جسدي في بعض احيان بترجم على مستوى كلام الخدمة والكنيسة لأن الكنيسة تهجمه بوليس مثال للخادم اللي عدى بكوكتيل المواجهات وبوليس يوم قيل لك كده أنا دايماً بدرب نفسي ليكون لي دائماً أنا بدرب نفسي عشان دايماً يكون عندي ضمير مش متكعبل لو برضو ببص على مجمل حياة بوليس يعني بتعمل ايه بالزبط ممكن الآن تبقى وعظية كده وقل جاءت جمل بالعربي منمقها ونروح نبوص إدينا وشه ودهر عملياً كان بوليس بيعمل ايه بوليس لما كان بتهاجم كان بيخفر بوليس لما كان بتضرب ما كانش بيحمل جوا قصص بوليس لما كان بيجد الباب مقفول ما كانش بيحبط ويتفشل ويتكعور تحت السرير بوليس كان بيستخدم كل المقاومات اللي بتحصل عشان تنمي جوا روحه صلابة روحية فيقولك كده حتى بعد ما أنا كرست يعني بعد ما خلصت كل حاجة أنا بقى جاهد لكي لا أصير أنا نفسي مرفوضاً من الجائزة فأنا بحول كل المقاومات دي إلى صلابة روحية فكين يسوع لما قال مثل بعد ما العبيدي خلاص الشغل في الحقل مش بيراحوا يناموا لكن بيقولوا يخدموا السيد لأن ده شغلنا بوليس هو ده اللي عمله بوليس بوليس قال بعد ما خلصت الشغل أنا بأضبط نفسي ليه؟ علشان بعد ما خلصت خدمة للآخرين أنا محتاج أخدم السيد عن نفسي خلي بالك خدمة للآخرين ده ما كانتش سكينة في الجاتو ده كان مواجهات صعوبات أحمال تراكم كل يوم فكان بيعمل مواجهات برا وبعد ما خلص مواجهات برا بيستخدمها بيستخدم بقى بيطلق غفران بيطلق عشان كده قلب ضمير بلا عثرة تجاه مين؟ الله والناس فبتحرك في البعدين أنه من كل جهة لا يسبح أن يبقى في حاجز في داخله في أحشاءه في ضميره خلي بالك في ضميره في ناس ما كانتش بتحب بوليس لغاية الآخر كانت بتخدم نكاية في بوليس لغاية الآخر دي قصتهم مع ربنا بس بالنسبة لبوليس ضميره هو أمام الله والناس دي جواه هو بلا شكاية أكون بلا عثرة دائما ضميري بلا عثرة من نحو الله والناس بس ضميره بلا عثرة نحو الله والناس ده كان بيدرب نفسه عليه يعني إيه بيدرب؟ لما تقرأ كلمة بيدرب دي يعني حد بيعمل في مواجهة وفي صلابة وفي استمرارية وفي مرة ومرة ومرة الذين صارت لهم الحواس مدربة كمثال الذين بتدربون على تأديب الرب الروحي لما رب يقدبك بتدرب الروحية أنت بتدرب نفسك على هذا التأديب وبالتالي مرة أخرى خلينا نقول الجملة عشان استخدم كل حاجة محبطة كل حاجة بتقومك كل حاجة من أشخاص أو من ظروف أو من أحداث إنها تدرب روحك إنها تقوى في هذا الزمن عشان تكون بلا عثرة أمام الله وأمام الناس فدرب نفسك في الغفران درب نفسك في التواضع درب نفسك في الحرب الروحية درب روحك خلي روحك متدربة بمعنى أنها تعملها ترينينج نحن مش شعب يعني لكن بتدرب إني دائما أدرب نفسي لكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس آمين آخر حاجة آية واحدة غلطية خمسة غلطية خمسة أنا حكيت على إيه على كده تلات حاجات ودي رابع حاجة وفيهم تجميع الحياتك نمر واحد ده زمن إطلاقك إطلاقك من دوران في الحياة الروحية إن كان آية كان نوع دوران دوران جوه سجن دوران جوه لأفكار نفسية دوران جوه جاء زمن إطلاقك للإمتلاك طعام مختلف جدا أول ما تنطلق نمر اثنين ده زمن كنتراتو في السماء قدام ربع الترابيزة نمر اثنين زمن تخلي كل حاجة سلبية حواليك سبب تدريب وتشجيع إنها تطلع عضلات روحية في إنسانك الداخلي آخر نقطة غلطية خمسة آية كلنا عارفينها هابص بس على كلمة واحدة فيها في اليوناني جميلة غلطية خمسة وآية ستة لأنه في المسيح يسوع غلطية خمسة وآية ستة في المسيح يسوع لا الختان ينفع ولا الغرلة يعني إيه ولا النموس ولا أعمال النموس ولا أعمال الجسد ولا إنك تقول أنا ما ليش دعو بالأمور دي في المسيح يسوع إيه الإيمان العامل بالمحبة آية دي جميلة وحأخذها عشان الخدمة ونصلي يعني إيه اللي عجبني في الآية آية كلكم عارفينها الإيمان العامل بالمحبة ففي المسيح يسوع ولا الختان ولا الغرلة في حتة تانية في غلطية قال بل الخليقة الجديدة أهم حاجة في المسيح يسوع مش الختان والغرلة الخليقة الجديدة هنا أهم حاجة في المسيح يسوع مش الختان والغرلة لكن الإيمان العامل بالمحبة كلمة عامل بقى كلمة جميلة قوي مش بالعربي بس في الأصل اليوناني بتاعها فلما تحطها في مكانها تتحول إلى تكنولوجيا لقوة الخدمة كلمة العامل هي كلمة سأقولها باليوناني لأنها هي بالانجليزي فأنت حرفها كويس قوي حتى لو أنتش عارف انجليزي طاقة الإيمان طاقته المحبة الإيمان النار بتاعته هي المحبة كم واحد مسدى أنه عشان خدمته محتاج إيمان أربعة عشان تخدمت محتاج إيمان هذا الإيمان طاقته ناره المحبة حب الرب ليك وحب الرب اللي خارج منك للآخر الإيمان خلي بالك أنتو خدتوه على مستوى أنا سأخده على المستوى اللي أنتو خدتوه وحرفعه الإيمان طاقته والإنرجي بتاعته هي المحبة بس خلي بالك الإيمان ده عشان يأتي بحصاد عشان يأتي بنتائج عشان يشفي الأمراض المحبة هي الفرن اللي بيخلي الإيمان يشفي الأمراض المحبة هي النار اللي بتخلي الإيمان يخلص النفوس الإيمان الإنرجي بتاعته هو الحب مش محتاجة أقول لك يسوع تحنن فاه أشبع جموع يسوع لما دخل قرية نيين قرية نيين دي قرية معناها الموت كلمة نيين يعني موت بالمناسبة فلقى الشاب ابن الأرملة فكين القصة دي محمولا خلي بالك شاب ابن أرملة يعني إيه يعني الست دي جوزها مات وابنها مات لأن دي قرية نيين دي قرية مليانة أموت فالست دي بقت بطولها يعني جوزها مات وابنها مات فتحنن يسوع المحبة هي الإنرجي فلمس النعش فقام الشاب لأن المحبة بتاعت الرب تحنن يسوع المحبة بتاعت الرب هي النار اللي بتخلي الإيمان يصنع معجزة فلو أنت محتاج معجزة على مساوى شخصي أنت محتاج إيمان وهذا الإيمان لازم يتوبور الجاز معظمكم لا يعرفش أني هو وابور الجاز بس الوبور بتاع نار المعجزة هو المحبة لو أنت بتخدم أنت محتاج تستقبل حب الرب للنفوس ومقاصد الرب وحب الرب للعروس للكنيسة للبهية فبعض الحال لا تستطيع تحب الناس التي تخدمهم لقد تخدمهم لا تحبوش لكن أنت لازم تحبهم لكي يتغيروا من الحالة الحالة سأقولها مرة أخرى احتياطي فبعض الحال أنت بتخدم الناس لا تحبوش وهنا التحدي هذا جزء من اللي يعمل صلابة جوا روحك فلو بتخدم الناس لا تحبوش ارفع عينك للعروس لأنه يحب العروس وهما في العروس ستحب العروس فهتحب الناس التي لا تتحبش ستتكلم كلام لا يوجد دعوة بالحالة اللي ما تتحبش ستتكلم كلام عن حب العريس للعروس للنفوس ما تتحبش لأن محبة الرب هي النار اللي بتحول هذا الإيمان إلى قوة في المسيح يسوع ولا الختان ولا الغرلة بل الإيمان بالمحبة أمين مفيش حاجة في الملكوت ما فيهاش نار محبة نزلة من عرش النعمة بتعمل كل حاجة فينا مفيش حاجة في الملكوت برا المحبة لأنه لو في حاجة برا المحبة هي برا الرب لأن الرب محبة من كل جهة اسأله رسول يحن الله محبة دي مش جملة مش مشهورة مش احد البابوات حطها استيكر نو ده الرب اللي قالها أنا محبة براية مفيش حاجة أمين مفيش حاجة